اشتركوا في القناة وكم من حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغب في طلب العلم وترتب الأجور العظيمة لطالبي العلم ومن طرائق التزهيد عند بعض الناس في طلب العلم أنهم يقولون لن يحتاج الناس إليك عند الناس من العلماء ما لا يجعلهم يحتاجون إليك ولم يعلموا أن طلب العلم عبادة ترضي الله حتى ولو لم يحتج الآخرون إليك ثم كم من إنسان كان يظن أنه لن يحتاج إليه في تبليغ العلم ونشره فكان الأمر بضد ما يظنه عندما طلب العلم ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لصاحب له من الأنصار لنذهب إلى زيد لنتعلم منه فقال له الأنصاري أو تظن أن الناس يحتاجون إليك فما هو إلا قليل فإذا بالناس يعودون إلى ابن عباس يسألونه عن دين الله حتى كان كما وصفه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كان ابن عباس ترجمان القرآن ترجمة نانسي قنقر